ذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أركان وأعمدة الإسلام التي يبنى عليها الدين والتي لا تثمر إلا الأخلاق ولا تثمر إلا التقوى بين يدي الله تبارك وتعالى فذكر النبي الحديث الذي يحفظه القاصي والداني بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دوما نجد أن إيتاء الزكاة مقرون دوما بالصلاة وهذا واضح في كتاب الله وواضح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم